مشاهدين للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي مباشرة عبر سكيب البحث في أشياء السياسية الدكتور سعود المشهداني أهلا بك دكتور سعود كيف تقرأ محاولات البعض بإدخال الأنبار بدوامة المهاترات السياسية من خلال إثارة عدد من الملفات أبرزها والذي بدأ يتردد صدا هنا وهناك إنشاء إقليم الأنبار كيف تقرأ هذا أحياكم الله والتفكرة على قناة الرشيد أولا الأخيرة أسمعها كذا كلام الهدف منه أن نيل من استقرار وأمن المحافظة هذا الأمر هو جديد موضوع الإقليم تم طرحه سابقا من قبل بعض الأحزاب الإسلامية التي كانت مهمة في محافظة الأنبار وكانت في فترة في أسوأ فترة مرت فيها المحافظة من عدم استقرار من خراب من ضيار وما رافض ذلك ومن ضمن المساوئ طرحه كذا يعني على الرغم أنه المشروع أو هذا الأمر انتفى له الدستور لكن نعتقد أنه يطرح بهكذا بريفا ويحاولين أن يحسبوه على جهة معينة هذا أمر خاطئ ومغارطة واضحة بطراحة اليورم يعني المحافظة هي حكومة محلية تمثل حزب تقدم وحزب تقدم ما حصل على أغلب المقاعد في محافظة الأنبار وطبيعي تشكى حكومة محلية من الحزب الفائز نفس الحزب تقدم والسيد الحزب كان لأربح سنوات الماضية هو أيضا يدير ملفة المحافظة أمنين وعسكرين وإدارين وحقق استقرارات كانوا يتابع ويدير مقبلة الحكومة المحلية التي كانت أيضا هي تابعة لتقدم فلماذا خلال هذه الأربح سنوات لم نسمحها كذا أصوات وإذا كانت هذه الجهة السياسية التي كما يدعو لنا تحاول أن تطالب أشياء فلماذا تطالبوا يتراني هذه فترة موجودة وكذبية هذا الأمر لكن بصراحة أن هذا الهدف أنه مطالبة أو خط الأغراق أو خلق نوع من الضبابية محاولين استهداف هذه الجهة السياسية التي نجحت الفترة السابقة وكيف سوف تستمر في ساحةها في عمار هذه المحافظة يقول لك المحافظات التي يلاتها ستكون هي المحافظة الأفضل بالنسبة للأنبار إذن هذه الجهة لم يروف لها هذه المحافظة بما أنك ترى أن هذه الفكرة تم طرحها سابقا ولم تؤثر هذا يعني أنت ترى أيضا أنه سوف لن يكون تأثير هذه المرة أيضا على المحافظة بشكل عام لكن إلى ماذا تعز توقيت مثل هذه الأفكار أو المحاولات اليائسة؟ أسألك عن موقف أهالي الأنبار تحديدا عليها العزيزة أهالي محافظة الأنبار ووجهها ومدققين رقبوها سابقا ويرفضونها الآن وسيرفضونها في المستقبل إذن يبدو أن هناك مشكلة في الصورة على أي حال كان معنا عبر سكايب الباحث في الشأن السياسي الدكتور سعود المشهداني شكرا لانضمامك إلينا ترجمة نانسي قنقر